لكن انا عايز اتكلم على اصابة ايمن اشرف هل اصابة ايمن اشرف جات من النهاردة او جات من امبارح ولا المعروف موضوع اصابة ايمن اشرف ده موجود منذ حوالي اكتر من عشرة ايام من قبل مباراة فيتاكلاب بالمناسبة يعني ايمن اشرف حتى وهو مصاب لما يروح للمنتخب طبيعي يروح المنتخب والكشف الطبي اللي المنتخب يعمله ويشوف اذا كان اللاعب مصاب ويستبعد ولا يكمل لان طبعا في احد اللاعبين برضو والمفروض بقى لهو بيدعي الحيادية احد اللاعبين قال انا مصاب وما رحش المنتخب وما تمش الكشف عليه رغم انه بالمناسبة ده مخالف لكل قواعد استدعاء اللاعبين يعني انت كان منتخب لما تستعدي لعيبة واللعيب ده بيقولك انا مصاب الطبيعي اللاعب ده بيتم استدعاءه للمنتخب وبيتم الكشف الطبي عليه داخل المنتخب عشان يتأكد من اصابته او عدم حتى لو فيه تقرير طبي في نديه ده قواعد استدعاء اللاعبين ما تمش مع لعيب وسافر بقى دبي بيعمل سكاي